ازايكم يا ابتال ثلاثة سنوية عاملين ايه كل سنواتي طيبين وان شاء الله ايه بعيد سعيد مبارك عليكم ان شاء الله احنا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيزيكس تي كوي والنهاردة هناخد اللي كل شوية قعد بيتنسي ده كريشوف لو يلا بينا نشوف عم الكريشوف قالنا ايه قالنا القانونين اول القانون كان بيعمل law of conservation of charge او القانت يعني كان بيهتم بالقانت وكان بيقولك عند اي نود كل القانت داخل تمام بيساوي القانت اللي خارج ولو طرحت اللي اتنين من بعض مش هما اللي ادي بعض يعني ال in add out يعني اللي داخل ادي لخارج لو طرحتهم من بعض هيدي zero طيب اني مساعة رسمة لزاي كده عندي مين داخل اي 2 عندي داخل وخارج مين i1 وi3 يعني i2 add i1 plus i3 طيب ممكن كمان نكتبه بشكل تاني نقول كل داخل ناخد اشارة مثلا positive وكل اللي خارج ياخد اشار negative عادي جدا طيب مين عندي خارج i1 خارج وi3 خارج يعني ممكن دول بقى ياخدوا مثلا اشارة negative i1 خارج وi3 خارج تمام وi2 داخل ياخد اشارة positive i2 كودة equal zero عملت ايه يا ميستر بكل بساطة زي وصلت من ده ده وديت دي بس كده بالمينس ودي كده بالايه بالمينس النحية التانية عادي جدا طيب عاوزك تخلي بقى بس من حاجة لو انت مسا عندك ده داخل والcurrent هنا خارج والcurrent هنا خارج وام جابلك اتجاه الالكترون داخل خلي بالك ان دايما اتجاه الcurrent عارفين ان هو عكس اتجاه الالكترون فلو الالكترون داخل 8 شاطر ده زي الشاطر ومخليه current ايه خارج اوكي طيب تجي بيا نشوف يلا نشتغل على كشوف فرسلو مع بعض داخل هنا 2 امبير وداخل هنا 6 امبير يبقى داخل عندي كام يا مستر يبقى داخل 6 بلاس 2 بتمانية امبير طيب خارج كام 105 يعني رقعت عندي 105 دول كام 6 امبير يعني ناقص كام واحد يخرج ناقص 2 امبير يخرجه فهيخرجه ازاي كده فهيتحركه تمام انت اقيل الاي اللي ماشي دي الاي اللي تمشي في الارض دي ب2 امبير دي الواحد اللي ناقصه تمام هتم اقيل ان ادي 2 امبير وهتمشي منين لو اعرض الارض دايكشن كمان from a to b من عند حرف a لحرف b ماشي كده 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 تمام خارج طيب مثال كمان لو مدلنا بقى اكتر من نود نبدأ منين يا مستر نبدأ من عند الجيفن فهنا داخل 5 وخارج 3 لو داخل 5 خارج 3 يبقى ناقص كام واحد يخرج اثنين فاتنين ترين كده طيب هيبقى عندي اثنين داخلين وتنين داخلين هنا يعنى اثنين واثنين داخلين اثنين اثنين اتباع ونخلق 5 يبقى فاطل كام واحد يدخل 5 يدخل 1 امبير يدخل طيب عندي فوق هنا خرج منهم واحد يتفاضل كام يتفاضل 9 امبير يبقى رقاي عندي ب 9 امبير ومشي منين الى 2 يا مستر يبقى هي من الى يعني ماشي من عندي البي لحد مين الكيو طيب نكمل بقى ندخل على السؤال اللي بعض والسؤال اللي بعض عندي I1 داخل و I2 داخل يعني مثلا نول I1 داخل بلس I2 داخل I3 هنحس ان هو خارج صح فتقول ليه مينوس بس خلي بالك قال لك ده ده direction of mean الاليكتون موفمين او مطبع في ده تجاه الاليكتون غلط يبقى ايه تعكس هو خارج يبقى داخل يبقى IC عندي هو كمان داخل فياخد هو كمان بلس I3 طيب I4 الوحيل اللي خارجي بقى minus I4 equal 0 طيب لو انت عاوز تعمل داخل قد خارج ثم ايه I1 و I2 و I3 داخلين بيساوي مين ال I4 اللي خارج هو اللي تحت ده يا مستر هو هو ده او يا مستر عبارة عن انا وديت ال I4 دي بس ايه بالبسط في الناحية التانية مفيش ايه فرق طيب ده كان اول قانون كشف عمله تيجي بقى نشوف التاني قانون الكشف عمله اللي هو ال CONSERVATION OF A OF VOLTEDGE أو POTENTION تمام بيقولك عند اي لوب المفروض ال VOLTEDGE عندك تبقى بكام بزيرو طيب تيجي نشوف كده مع بعض ازاي نبدأ نحل عليه عن طريق ان احنا اول حاجة اللي ستاخد بالك منها الساين رولز الساين رولز انت عندك البتل ليها ايه يا ابني ليها شخصية ليها كيانها كده تمام محدش بيتحكم فيها الكون جاي من هنا الطويل ده دايما البوسطف وصغير النيججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج داخL من الناحية ال� danni داخL من الناحية الله المعادلة اللي انت شايف هي دي كده دي بنسميها كي سي ال يعني كي سي ال يعني كيرشوف كارنت لو تمام ادي اول كي سي ال تيجي عند اي نود وتحدد الكنز داخل وخارج طبق السنو اللي احنا ساعملناه وبقى نعمل اثنين كي في ال تيجي نشوف ازاي نعمل اثنين كي في ال لتنين لو وبقى ندخل على الكالكيليتور عن طريق ان احنا بندوس على الزر المود وبقى نختار اكويشن ايه نمبر فايف بقى نختار نمبر تو يبقى مود فايف تو بس تعال نشوف اول ازاي بناخد التو لوبس تعال نبدأ بالسؤال اللي قدامنا ده ده السؤال كي تشوف كده محترم تيجي نحل عليه اول حاجة تيجي عند نقطة معينة بالجامعة فيها كانت زي سي او ال اف هتفل اي مصر مش هتفل عندي السي مسلا تلاقي داخل اي تو وال اي وان هي متكملة داخلة تمام وال اي سري ايه لو انت شايف اي سري من دي كسام بتاعي خارج يبقى عندك عند النود الاسي دي اي وان داخل بلاس اي تو داخل انما اي سري خائجي بقى مينس اي سري ايكوال كام زيرو ادي اول اكويشن خلصت ديها مصر اه خلصتها بنعمل اي بعد كده بنبدأ نعمل الساين رول الساين رول بنقول ان ده كده بوستيف لان هو ده بوستيف الباتري وده النجاتف الزغاية النجاتف والكبير بوستيف طيب وبالنسبة للع إن كنت اي تعمل اي قونت ماشي الفوق كده بوستيف ده نجاتف إيقانتَ عندي هنا ماشي الفوق كده برده داخل عنده بوستيف الخريج من عنده نجاتف التنienen اي بقى عكس داخلي من فوق فيبقى داخل من هنا بوستيف هنا نجاتف طيب عملت الساين رول اعملت بوستيف عملت الكteam عملت كسيل عملتEN اعملت الساين رول عملتي هيا ناخد بقى اثنين اللوب يلا بقى وارك اللوب بيتاخد ازاي انت بترسم اي اتجاه ترسم لوب كده اهم عجل تبدأ عند النقطة وترجع لنفس النقطة تاني ده كده لوب طب لو انا قصت عكسه عكس الاتجاه يعني همشي كده عادي برضه ينفع طب هنا يا مستر ده كده اول لوب تيجي نشوف نعمله زي مع بعض ابدأ من عند اي اي كورنر لاز تبدأ من عند اي اي كورنر مهم جدا حياته دي طيب يلا نيجي نمشي عند الاي كده قبلنا بوستيف تو قبلنا بوستيف تو بس خلي باك التول قبلتنا دي ماشي دي كده تو ريزيستنس تمام وهنا المفروض اخد فولتج لان اسمه كورنت فولتج لو كيرشه في قصدي فولتج لو تمام فانت محتاج فولتج وانت عايف الفولتج ايكوال اي فو اير انت معاك اير أعشي تجيب فولتج محتاج تضبها في مين فى اي علشان كده ينفع لما بيشوف زيستنس بضبها فى اي بس بتضبها فى اي الفرع بتاعه يعني ماهو تمام الكورنر التلي ماشي فيها مين اي 1 اهو كله ده ماشي في مين اي يبقاتو اي 1 باكي بقبلت نيجي نيجيتف سيكس بتاع الباتري نيجيتف سيكس ليه ما ضغبتاش في اي يا مستر لانها في جاهزة اضبقى في اي ليه نيجيتف سيكس على طول اهي طيب انا كده عفتك بامشي اللوب ازاي يا مستر ماشي اللوب كده خلي بالك انا ماشي كده 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 تيجي نكمل يلا انا مشيت مع عندي الاي مشيت لو ستعدل بي من بي لسي مفيش حاجة باكده تعالي نمشي تاني هنا قابلني مين البوستيف بتاع الباتري دي الباتري دي كان بي 2 فولت يبقى بني بوستيف 2 انزل تحت كده دي نيجيتف خلي بالك انا دخل دوت على مين على نيجيتف الريزيستنس هعمل نيجيتف سري بس دي ريزيستنس يمحتاجي تضيب في اي ينفى ضابة في اي وان اللي هناك ده لا يبني ما هي ماشي فيها مين الفراتة اي 2 يبقى نيجيتف سري اي اي 2 كو ده اكوال zero طيب انا بقى لما بلايي الايقواشنا عندي بالشكل ده بحب اكتبها بشكل منظم ازاي يا ميسترا اكتبها بشكل منظم اكتبها اي اي اهي تمام خلصت اي اكتب اي او اول باكي ان عندي كام اي 2 عندي نيجيتف سري اي اي 2 خلصت دي طيب عندي كام اي سري ما عندي اي شي بتكتب زيو اي سري طيب يا مستر باكي عندي نيجيتف زيكس بلاس تو هتديني كام نيجيتف فور تروح الناحية التانية بالبوستف فتبقى بوستف فور ادي كده انت جمعت الايه الاكويجيناية التانية بتاع الكيرشوف ادي معاك اول واحدة معاك التانية تقدر يلا تنفذ نفس اللي احنا عملنا ده نفس اللوب ده على على الشكل التاني ان انت عملت اللوب اولاني تتعرف تعمل اللوب تاني هنا اي مستعرف مشي مثلا كده 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 يا مستر لو انا مشيته عكس اتجاهك اني مشيت انت دوتي مشيته كلو كويس لو مشيته انت كلو كويس طلع نفس الريزولت عادي جدا طلع نفس الريزولت كيرشوف مكانش بيرعب بتاع مثلا نبدأ عند بوينت مثلا اف من عند اف هتلاقي بوستف سري بوستف سي خلاص انت اخدت بالك بقى اي تو صح بيكي قبلتك نيجيتف مين اي تو فور تي بتاع تلباتي نيجيتف تو مشيت كاملت 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 سريكها فاضية قبلت تبلت مين البوس تفه بتاع فايف words بص 사�assung اي بس دي خلي باقي اسسدنس فتضبها في من فال 72 لا مهي في فرعة force plus five Emmanuel مشيت 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 وصلت ل practiseي خلاص他们 equal zero تعالى بينك عند كام اي اي وان 0 اي وان حلو الكلام ماشي كام اي تو 3 آي رائع وكون اي 2 ماشي عندي كام ايert 해 يبقى عندي نيجيتف 2 نيجيتف 3 هتروح الناحية الثانية بالإيه بالبوستف هتبقى 0 I1 بلس 3 بلس 5 طيب جمعت الثلاثة بعمل إيه بادئة يا مستر بدخل على الآلة هلاقي هدوس عمود إكواجن اللي هي ننبر 5 2 هلاقي قدامي جادول كده كبير كده تعالوا بينا نأوره لكم هنا جادول كده كبير كده مع بعض تمام هتلاقي فيه خانات هنا هتلاقي فيه كذا خانة يعني مثلا تعالى أقسم هولا كده الخانات تمام أوليك أنت بتاعمل إيه بقى هتلاقي الجادول عمل كده بالزبط أول خانة هنا هتكتب إيه هتبص على كل حاجة قدامها لدي يعني هنا مثلا I1 لوحدة فتضيب 1 دوس 1 وبالكده دوس عالمة الايكوال كل ما تدوس رقم بتدوس عالمة الايكوال هنا 1 طيب اللي موضموش حاجة تبقى 1 بلوس 1 ثاني ماشي بلوس 1 ثاني دوس وايكوال بقى كده مستقل نيجاتيف ودي ما فيش قدام حاجة تبقى نيجاتيف مين نيجاتيف وانا بالنبي النيجاتيف تكتب النيجاتيف تكتب بيكاد دوس اقبلت مين دعتي زيرو هتقوم دايز زيرو ايكوال هتقوم من ازاك على السرط اللي بعدي هنا ثم انت على السرط اللي بعد تكتب الانا بالنبي عندي هنا في I1 camp 2 بقى كده عندي قدام I2 camp negative 3 negative c equal قدام I3 camp 0 كده 0 equal اخر خانة 4 خط بقى بكتب الانا بالنبي على الالة عشان احل هتقوم دايز تمام equal هتنزلني السرط اللي بعد هوم كاتب 0 وبالك لدي post 3 انه هكتب 3 ودوس equal بك عندي post 5 هكتب 5 ودوس equal بل كده هدوس 2 ودوس equal هيقوم الكالكريوتا يلي عندك x equal وبالك هدوس equal تاني هيقول y equal هدوس equal تاني هيقول z equal x دي i1 y i2 z دي مين i3 وبكده احنا نكون حلينا على مين على كرشوف عاوز اقول لك على مسألة tricky في الجول وخلي بالك جدا منها ايه هي يا مستار المسألة دي يقول find vp that makes i3 equal zero او makes the ameter vanish طب هو مش قال لك the ameter vanish او current اللي عندك بزيرو بقى تعتبر الفرع اللي في current بزيرو ده اكنه مش موجود من الاساس اني بتقوم شايله كده خالص اكنه مش موجود طب لما انت شرته خالص كده يا مستار البقى عندي ايه تعال بينا نشوف البقى عندي دايرة واحدة كده circuit واحدة كده شايف circuit دي محتاج اكتشوف ولا محتاج او او محتاج عادي تجيب i equal vb على r equivalent vb عندي بستة volt 4 ohm 2 ohm serious اهم 4 ohm 2 ohm serious يعني بستة يعني الى محتاج بان ampere يعني الى الماشي هنا بان ampere الماشي هنا بان ampere ساعة هتقوم اعمل ايه بقى يا مستر بص بقى تقوم جايب الفلت تاع الفرغ الفلت الفرغ الفلت تجيبه ازاي تقدر بالi اللي انت جبتها في r اللي موجود في الفرغ الفلت 1 والفرغ الفلت الفرغ 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 عاوز اقولك ان الفلت يا جماعة بتاع البتل لو بيسألني عنه فلت البت هو فلت الفرغ الفرغ الفلت الفلت تاكت فوجانت الفلت اللي هنا اد فلت البت لو اميت الريدنج ده فانيش او الاي سي ده بكام بزيد ادي اختي كشف current law كشف voltage law تركي كشف وبكده احنا نكون خلصنا كشف النهاردة اشوف كم بقى في حلقة جديدة من فزيكستي كوي الموسم الجديدة ان شاء الله